أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم والفقرة الأخيرة ودي أنا فقرة محببة إلى قلبي لأن إن شاء الله رب العالمين إحنا في الآخر عايزين صحتكم وفي الآخر عايزين الصحة للجميع وأنا مسميها الغذاء الآمن خير الممكن تطار عليك الغذاء الآمن يعني إيه الغذاء الآمن اللي فيه المكونات الطبيعية الصحيحة لما اتكلمنا في حلقة سابقة واتكلمنا عن الملوثات الموجودة دلوقتي في الأكل اللي احنا بنكله وشيء بصراحة يدمي القلب والله يعني ما فيه إنسان إلا ويحدثني عن هذا الموضوع أن حد كتير من أهله أصيب إما بفشل كالوي أو فشل كابدي أول عايزه بالله سرطان وناس كتيرة جدا بتقع مننا عرفنا فيدة الغذاء الآمن في موضوع كورونا وأن الناس مهمة عندها جدا تتغذى غذاء سليم علشان جهاز المناعة ومش بس جهاز المناعة احنا بنكلم على حاجة كتيرة جدا لازم تكون جسمك فيها سليم الدم مكونات الدم نفسها دي محتاجة غذاء سليم الكبد ما نرهقهوش بملوثات أسمدة وكيمويات وريزيديوالز اللي هي المتبقيات من الملوثات كلنا بنشوف الناس اللي بتغذي الآضاحي في الشوارع دلوقتي وبتأكلها من الزبالة أجلكم وأعزكم الله موضوع ده خطير جدا 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 مش بس خطر على صحتنا ولكن خطر كمان على الحلال والحرب يعني اللي بيأكل من الأشياء اللي هي ما تغذتش بغذاء نقي فهو حرام طيب الحل الحل احنا أصبحنا في مأزق المأزق ده اللي هو احنا عندنا تكدس سكاني رهيب ما فيش أرض زرعية جنبي ولو واحد عنده فلوس كتيرة جدا وعايز يروح يعمل مزرعة علشان يأكل أكل آمن مش هيقدر يجاري هذا الوقت يعني احنا دلوقتي بقنا في عصر السرعة وعصر يعني شايفين كلنا تعبنين قد إيه في مساعي الحياة والدوشة والزحمة والاتصالات والدنيا واخد الكل طيب لو عنده فلوس مش هيقدر يروح يعمل مزرعة ولو عنده مزرعة مش هيقدر يزرع فيها كل حاجة ولو زرع فيها كل حاجة مش هيقدر يجيبها لغاية البيت عنده فالمعضلة كبيرة معضلة كبيرة جدا جدا وإنك تقدر تجيب غذاء آمن لغاية بيتك وإحنا شايفين متطلبات الأسبوع هتبقى فيها حاجات متنوعات حاجات متنوعات كتيرة جدا لو أنا إحنا بصينا في الصورة دي كويس جدا هنقول إن أنا لو أسرة مكونة من خمس أشخاص خمس أفراد هتحتاج حاجات كتير بروتين وقلبان لو بصينا كده هنلاقي محتاجة مثلا أسبوعيا إحنا نتكلم كده في الأسبوع أسبوعيا تقريبا كده ونص لحوم ثلاث فرخات بمعدل حوالي 6 كيلو سمك بيض لبن جبن خضار وفواكه وبقليات وأشياء أخرى يعني كميات حاجات كتير طيب لو حد عنده مزرعة مش يقدر يزرع كل الحاجات دي مش يقدر يبقى عنده تربية دواجن مع ألبان مع بيض مع لحوم مش يقدر يعمل كل الحاجات دي كلها مع بعضها طيب يعني الحل إيه؟ الحل لا الفلوس تقدر تجابلك غذاء آمن ولو روحت اشتريت الحاجات دي من السوبر ماركت اللي بيقولك أورجانيك عضوي هتلاقي أسعار الحاجات دي لا مش البروتينات هتتكفز عائدها 650 جنيه مستحيل البروتينات لو أنت روحت اشتريتها من الأكل الأورجانيك مش أقل من 2000-3000 جنيه كل أسبوع مستحيل ده سعرها اللي هو السعر العادي بتاع المنتجات العادية لو حسبناها بالسعر العادي هنلاقي أنه هنرجع تاني للسر القابل كده تقريبا اللحوم والبروتينات هتتكلف في حدود 650 جنيه ولو غزاء أورجانيك هيكلف أرقام فلكية بحدش يقدر عليها أصلا يعني مستحيل حد يقدر يدفع هذه الأرقام الفلكية في غزاء آمن طب الكل هيقولي دلوقتي أنت بتصعبها علينا يعني هنرضى بالأمر الواقع لا طبعا أنا لما جبت كلمة علم وينفذ دي وينفذ علماء وينفذ جت بناء على دراسة عملناها إزاي توصل الصندوق اللي قدامك ده لكل أسرة ويوصل فيها كل الغزاء الآمن العضوي الذي يصل تمنه إلى أرقام فلكية وخد المفاجأة دي مني يوصل تقريبا نجانا أنت بتتكلم إزاي بتتكلم صح أيوة والله العظيم بنا بتكلم صح والله بتكلم صح وهو عن طريق مشروع التكافل نتكافل كلنا مع بعضنا أنا عايز مية أسرة تحط إيديها في إيدين بعض وتيجي هنعمل هذا المشروع المشروع هو عمل واحة هنجيب ناس تزرع لنا وتربلنا الحيوانات العجول عشان تبقى متربيها صح بوسطة إشراف زراعي من الطراز الأول الإشراف ده إيه أنت لما تيجي دلوقتي تصدر طماطم أو فلفل أو أو فصولية عايز تصدرها لأوروبا بيدخلوك لازم تعرفوا الحكاية دي كويس عشان يشتروا منك المكونات دي لازم يعملوا حاجة اسمها ستاندرد والمزرعة دي تبقى مراقبة ويشوفوا الملوثات اللي موجودة فيها وهل بتستخدر حتى حتى العمال الله يعزوكم ويكرمكم ما يقدروش يعملوا حمام في الأرض لازم يكون لهم حمام منفصل برة شوفوا الدقة وصلت لغاية فين الملوثات اللي موجودة الأسمدة والكيمويات والمبيدات الحشرية ممنوعة لازم كلها تكون طبيعي بنسبة 100% عشان كده سعرها غالي لما قلتلكو كيلو الطماطم بيوصل لـ 40 و 50 جنيه هو عشان فيه اشتراطات كبيرة جدا اللي لازم بتتعمل طيب مين يقدر يعمل الحاجات دي هيكون معانا هيئة إشراف نفس الإشراف اللي بيشرفوا على إن المزرعة دي تكون كفيلة إنها تصدر للناس بتوع سويسراء بتوع سويسراء ده مش أحسن من ابني البنت النونو السويسرية ولا الألمانية مش أعز على ابنك إنها تاكل أكل محترم والخطة بتاعتي إنها تبقى شبه مجاني بالتكافل الخطة أن يجتمع الكل تقريبا 100 أسر الوحدة هتكون 100 أسر ممكن تبقى أكتر ممكن تبقى أقل وهنعمل إيه؟ هناخد قطعة أرض هنا وهنسميها الواحة هنعمل فيها إيه الواحة دي؟ قطعة الأرض دي هتكون بعيدة لأن إحنا اتفقنا مع شركة من الشركات هتاخد قطعة الأرض دي حوالي 100 فدان ماشي دي معنا الصورة دي بتقولك إن إنت على بعد 650 كيلو في أرض طاهرة طاهرة بمعنى كلمة طاهرة لم يمسسها مبيد حشري ولا مبيداء ولا كيمويات ولا أسمدة ولا أي شيء خالص نقاء كامل وهنربي فيها هنعمل فيها المراعي اللي بهذا الشكل المراعي دي كل حيوان منها واكل طبيعي بنسبة 100% وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاتحي سالم أستاذ الدكتور محمد فاتحي سالم هيأكلنا بإشرافه وبعلمه هيخدم أهل بلده الوحدة اللي احنا بنتكلم عليها دي هيديهم مغزيات طبيعية للنبات وللحيوان يأكل أكل الطبيعي بنسبة 100% اللي كيلو اللحمة فيه المفروض لو أنت هتدفع فيه 500-700 جنيه يساوي بس أنت هتاخده بلاشي إزاي هقولك أنا بعدين مش بس كده المراعي الأخرى هترعى بنفس الكيفية هترعى بأكل طبيعي بنسبة 100% همتكلم كلام غريب وممكن لن يصدقه أحد من غربته ولكن من حلوته الكل هيصدقه لما يعرف الخطة هتم إزاي هيبقى فيه مزرعة قريبة داخل كردون القاهرة للأشياء السريعة اللي هي زي مثلا الطيور زي الفواكه زي الخضار وهيكون فيه معمل شوفوا الصورة اللي بعدها معمل تجهيز هيجهز كل السندوق اللي احنا قلنا لكم عليه في الأول في أول الحلقة هيكون عندنا سندوق السندوق ده أسبوعيا هيعدي على كل أسرة من المئة أسرة اللي موجودة يبقى احنا الخطة كالقاتي مئة فدان هتتزرع نبتات نصها للتصدير ونصها للصرف على المشروع المئة أسرة دول عملوا تكافل بمبلغ يعني لسه المبلغ متحددش بس هيكون في حدود من التمانين للتسعين ألف جنيه هنا في خمسة وثمين ألف جنيه تقريبا الخمسة وثمين ألف جنيه دول هياكل بهم طول خمس سنين مجانا أكل لو دفع فيه فلوس علشان يكون أورجانيك فود اللي هو الأكل العضوي لن يقل تمنه في السنة الواحدة عن متين لا بلاش متين أعتقد هيكون في حدود مئة وعشرين ألف جنيه عشر تلاف جنيه في الشهر وقمته الصحية لبدني أنا والأولادي تفوق المليون إزاي؟ لأنه بيحميني من أمرات كتيرة جدا فأنا لو عملت هذا التكافل أن يبقى فيه شركة تعملني الزراعة أنا هحدد الكلام في خلال ثلاث دقيقة عشان المخرج قال لي إحنا قربنا نخلص فإحنا هنعمل الآتي مزرعة تزرع الأعلاف الطبيعية وفي نفس الوقت تكملة لها تزرع نباتات نقدر نصدرها عشان نصرف على المشروع صرفنا على المشروع في الآتي هيبقى فيه عجول وخراف وأسماك طبيعية بتاكل أكل طبيعي كله طبيعي مزرعة أخرى لزراعة الخضروات والفواكه قريبة من القاهرة في منطقة مثلا بالبيس العشر من رمضان في المنطقة الحتة اللي هناك دي مزرعة قريبة وفيها في داخل المزرعة مكان نضيف أنضف من أي مكان في العالم يطلع فود بروسسينج اللي هو زي اللي في الصورة دي كده هيطلع في الآخر السندوق والصورة دي أكل نضيف جدا أنضف من أي شركة بتصدر لسويسرا وليه دايما أنا بقول سويسرا لأن سويسرا أعلى معايير النضافة في الأكل اللي قيمة الأكل دوت في خلال السنة الوحدة أو في الأسبوع الواحد تتعدى أرقام فلكية أنت صحتك أهم طيب بعد مرور ده السندوق اللي أنا بقول لكم عليه هيكون فيه كل المكونات اتكونت اتجمعت كلها في معمل التجهيز اتعمل سندوق آمن فيه كل المكونات اللبن هيكون مبسطر ويتحطر في السندوق النضافة الفائقة في التغليف وهيكون فيه التوزيع الأسبوعي كل أسرة بتكتب الطلبات بتاعتها أنا محتاج كيلو ونص لحوم لا أنا ما محبش السمك حطين لما كانهم لحوم أنا محتاج دواجن اتعمل السندوق الآمن اللي بالغزاء الأمن ده اللي تكلفته تكاد تتعدى لو انت دفعت فيه عضوي أكتر من 2000-3000 جنيه كل ده هيكون مجانا والمدة خمس سنوات وآخر الخمس سنوات هتاخد فنوسك تاني أنا بتكلم كلام ما مش سحر الكلام ده معمول عليه دراسة وهتكون ده نموذج أنا هقدمه لألف شركة بعد كده ممكن تعمل زي أنا النموذج ده سيصل إلى إن شاء الله رب العالمين احنا قلنا مئة أسرة عايزين يوصل لمئة ألف أسرة في خمس أفراد يعني نصف مليون ويكبر يبقى أكتر من كده يوصل لغاية ما يوصل للمئة مليون أنا بحمل رسالة بقول المئة مليون بني آدم من حقهم ويقدروا ومجانا لأن بعد خمس سنين هياخد الخمسة وتمانين ألف جنيه اللي حطوهم في المشروع والمشروع مشي لوحده أنا زي ما بقول لكم أنا شايف الموضوع ده رسالة وأنا بشرف على الموضوع ده أو مش بشرف بمعنى صحي أنا عايز أقول أنا بدرس هذا الموضوع بدرس هذا الموضوع دراسة مستفيدة إزاي الآلية بتاعته تستمر لمدة خمس سنوات تماما بدون أي مصرفات أخرى وإن شاء الله هتطبقوا وإن شاء الله هيكون بكورة هقدمها لشعبي شعب مصر اللي احنا بنحبه اللي صعبان علينا إن هو بيأكل أكل ملوس بعد كده إن شاء الله المئة أسر دول هيكون فيه ألف شركة تعمل زينا وكل الشركات دي تصل بعون الله لكل شعب مصري كل أكل نظيف طاهر صحتنا غالية علينا وأنا بعمل الموضوع ده من منطلق إن فيه ناس من أهلي تعبوا بسبب الأكل الملوس فإحنا ليه ما يبقاش عندنا وسيلة للحل ولازم كل واحد يبقى برو أكتف لازم كل واحد يتصرف وأنا الحمد لله رب العالمين بفريق معايا الشيخ قسامة ربنا دي له الصحة دكتور محمد فتح سالم فريق كبير جدا بنعمل الإطار العام لهذا الموضوع وإن شاء الله هنعلن عنه قبل بإذن الله بإذن الله هيكون شغال قبل يناير القادم تحياتي لكم أعزائي المشاهدين أنا بتمنى لكم ولكل شعب مصر العظيم أنه يعيش حياة آمنة والله هي رسالة والله هي لله ولهذا الشعب ليستاهل أنه يأكل من خير بلده أكل صح إن شاء الله إحنا هنعملها هتكون بكورة وهدي النوهاو طريقة الكيفية لألف شركة تانية تعمل ويبقى بدل ما تبقى مئة أسرة يبقى خمسمائة ألف أسرة لغاية ما تشمل الشعب بتاعنا كله عزائي المشاهدين أنا سعيد جدا بحلقة النهاردة قدرت أوضح فيها فكرتي وقدرت أوضح فيها الآلية اللي هتتم هيكون فيه إن شاء الله رب العالمين تواصل مع الموقع دو لإمتى هنعلن هيكون فيه موقع للتواصل للناس اللي هتسجل أساميها لإنه إحنا هنختار ناس في مجموعة تكون قريبة من بعض في الفترة الأولى إن شاء الله رب العالمين الناس اللي هتكون محظوظة في الأول هيدوا الفكرة ديات لغيرهم ونعمل الموضوع ده على نطاق أوسع وأوسع لغاية زي ما قلت لكم يشمل شعب مصر كله إن شاء الله عزائي المشاهدين سعيد بكم وانتظرونا الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة